حذرت جهات رسمية في المملكة العربية السعودية من زيادة معدل الطلاق في الآوينة الأخيرة لأسباب مختلفة ومتعددة ودقت الأرقام الرسمية التي أعلن عنها مؤخرا ناقوس الخطر الذي استدعى وزير العدل السعودي أن يصدر قرارا يتضمن شرطا وحيدا لمن يرغب في الزواج من مطلقة لابد من استفائه فما هو هذا الشرط وكيف يمكن تسجيل واقعة الطلاق رسميا وما هو السك الذي اشترطته وزارة العدل لتوثيق الفرقة بين الرجل وزوجته في حال الانفصال كل هذه الإجابات سنتعرف عليها من خلال التقرير التالي فتابعونا معكم رائد حاك أهلا بكم أكدت وزارة العدل السعودية أن المرأة المطلقة لا يمكنها الزواج مجددا إلا إذا قدمت واحدا من اثنين إما سك طلاقها السابق أو سك الخلع إن كانت قد خلعت زوجها وهذا هو شرط زواج المطلقة مرة أخرى في السعودية وبحسب جريدة عكاظ السعودية فإن وزارة العدل في المملكة قالت في حال رغبت المرأة المطلقة بالزواج وعقد قرانها مجددا فلا بد من تقديم سك الطلاق أو الفرقة عند العقد الجديد وأوضحت الوزارة إن سك الطلاق يحمل رقما وتاريخا يوضح موعد صدوره لافتة إلى مراجعة الجهة التي قامت بإصداره في حال عدم وجوده وشددت على أن المراجعة تكون من خلال حجز موعد على موقع إلكتروني خصصته الجهات المختصة للحصول على السك بتسجيل البيانات وأشارت الوزارة إلى أن الزوج المطلق يمكنه متابعة حالة الطلب أي أيضا من خلال نفس الموقع الإلكتروني كما أن وثيقة الطلاق وما يفيد بتوثيقه رسميا ستصل للمطلق أو للرجل على شكل رابط من خلال رسالة على هاتفه المحمول الموثق في نظام أبشر وأوضحت الوزارة في بيانها أن البديل عن سك الطلاق أو الخلع هو الوثيقة التي توثق أيهما وقع سواء كان طلاقا أو خلعا من ناحية أخرى فإن الهيئة العامة للإحصاء السعودية كانت قد أصدرت تقريرا لها أوضحت فيه أن معدلات عقود الزواج بين السعوديين ارتفعت بنسبة 8.9% عام 2020 بينما ارتفعت أكثر في عام 2021 وتزايدت بمعدل كبير وفق بيانات سجلات الإدارة لوزارة العدل وكشفت بيانات رسمية سعودية عن ارتفاع حالات الطلاق بعد انتهاء منع التجوال والذي كان مفروضا على البلاد بسبب الجائحة وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة العدل السعودية فقد ارتفعت نسبة سكوك الطلاق خلال الفترة الأخيرة لتصل في شهر واحد إلى 4079 سكة أي أنها عاودت لارتفاع بنسبة 96.7% بحسب موقع صحيفة الوئام السعودية وأشارت النشرة إلى صدور نسبة 53% من إجمال سكوك الطلاق خلال شهر ذي القاعدة من العام السابق في كل من منطقتين الرياض ومكة المكرمة ولفتت إلى تراوح عدد سكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة بين 117 و289 سكة وتراوح عدد سكوك الطلاق الشهرية لفترة الـ 12 شهرا السابقة بين 134 كحد أدنى و7500 كحد أعلى وبلغ عدد عقود الزواج ما يزيد عن 19 ألف بزيادة قدرها 47% من عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من عام 1440 ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها السعودي الجنسية نسبة 94% و38% منها في مكة والرياض وتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 495 و1304 عقود وكان قرار آخر أصدره وزير العدل السعودي الدكتور وليب بن محمد الصمعاني بأنه لا طلاق إلا بحضور الطرفين أمام المحكمة واشترت توثيق الطلاق أمام المحكمة بشكل إلزامي للطرفين مع الإقرار بكافة الحقوق التي تترتب على الطلاق سواء نفقة أو حضانة الأطفال أو غيرها من الحقوق ويخفف القرار من أعباء كبيرة كانت تقع على المطلقات لأنه لم يكن باستطاعتها الزواج في حالة الطلاق الشفهي فقط وكذلك لا يمكنها إجراء الكثير من الإجراءات التي تحتاج لتوقيع الزوج نشكر لحضراتكم طيب المتابعة كنت أنا معكم رائد حاكم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر